تم أطلاق مصطلح السلطة الرابع على وسائل الأعلام في المجتمعات نتيجة تأثيرها القوي في اتخاذ القرارات خاصة في أوقات الصراعات والحروب ولكن هذه السلطة تصبح مصدر خطر في حال لم تلعب دور الحياد في نقل الصورة والخبر هو الحال في الحرب القادمة أو الحرب القائمة الآن في غزة وفي هذا السياق نشر موقع The Intercept الأمريكي تقريرا قال فيه أن أحد أكبر شركات الأعلام في أوروبا تدفع بمنصاتها الخاصة للحد من الأخبار عبر الأنترنت حول الضحايا المدنيين في الأراضي الفلسطينية وبحسب التقرير فقد أصدر تطبيق Update وهو أكبر تطبيق لتجميع الأخبار في أوروبا توجيهات لإبراز تخطية الشركة للحرب في غزة عبر التركيز على المشاعر المؤيدة لإسرائيل إدارة التطبيق التابعة لشركة العملاقة أكسل سبرينجر ومقاروها ألمانيا أعطت تعليمات لتقديم الأولوي للمنظور الإسرائيلي وتقليل تخطية الوفيات بين المدنيين الفلسطينيين كما حذر تطبيق موظفيه من نشر أي عنوين يمكن أن يساء فهمها على أنها مؤيدة للفلسطينيين ومنذ انطلاق عملية طفان الأقصى انطلقت معها موجة من الإدعاءات والأخبار الزائفة وكان أبرزها المزاعم حول قطع رؤوسي أربعين طفلاً إسرائيلياً خلال العملية القصة بدأت عندما ادعت صحفية إسرائيلية خلال التقطية مباشرة من كيبوتسكفار عزة أن المسلحين الفلسطينيين قطعوا رؤوس أربعين طفلاً في المكان وسرعان ما تلقفت وسائل الإعلام المعلومة رغم عدم وجود أي تأكيد رسمي إسرائيلي أثر الخبر ضجة رقمية هائلة على مستوى العالم خاصة في العالم الغربي وتعززت بالإدعاءات الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه شاهد صور أطفال إسرائيليين ذبحتهم حماس وسائل الإعلام تراجعت لاحقاً عن هذه التقارير بعد تعذر إثبات الإدعاء بقطع رؤوس الأطفال من بينهم صحيفة أنديبندت الإبريطانية وقناة وسيانان الأمريكية وكذلك البيت الأبيض الذي تراجع بدوره عن التصريح الذي أدلى به بايدن اشتركوا في القناة